ماجي أهلا وسهلا فيك ماجي كنت درزية تحولت إلى شيعية لا تتزوج تركت زوجك مع ولادك فل عنايت كتير عنايتي ما عنايتيه مع رجال الدين والمحكم الجعفرية حسب ما بتقولي لما طلبت طلاق وحقوقك وحقوق ولادك هون صار عندك نفور من الدين بسبب رجال الدين كفرتي بالدين هون وصلتي للإلحاد جدا وين إيمانك اللي بده يزعز على رجال الدين أو ممارسة فردية ما كنت كتير مؤمنة كنت عادة في وجود الله بتعرفي أنه طائفة درزية نحنا ما عنا مجبورين دراسة الكتاب أو الصلاة نعرف بوجود الله لهيك كان سهل علي أنقل للشيعة أنت نقلت للشيعة لسبب مصلحة تجاري صح 100% مش عن قناعة بالمذهب الشيعة بس كل الحياة اللي مرأت فيها وهو بعدين اكتشفت أنه هو كتير بيقامن لقيت أنه لا ما في شيء اسمه إيمان عنده يعني لا بأفكاره لا بطريقته لا بإحترامه زوجك زوجي لو أسوأ شيء صار معك لحتى وصلت لها الحقيقة من وجهة تطريك الكذب والظلم كذبوا عليك رجال الدين رجال الدين أصلا ما عطوني حق ما حكيوا معي كلمة الوحيدة قال لي إذا أنت طلقناك أولادك وين حيروحوا معك لأنه أنا درزية ولا مسلمة تقول لي إذا بنتي أنا حتقرر تتجوز وتعمل مسلمة أول وحدي إذا كان في جريمة حتكون بنتي هأعمل فيها جريمي هل أد وصلت لكره لأ الله أنت رح تقتلي بنتك بسبب كراهية رب العباد من الله إذا بدأ تفوت إذا إيه إيه لهالدرجة هل هون وصلت إيه لأنه ما في شيء اسمه الله كان بوقتك بتقول رجال الدين بيحكموا على المرأة بالإعدام بإسم الدين صح معاملة رجال الدين لإعدام في عدمك اليوم وصلتك للكفر صح بالله والإلحاد صح ولكون أوضح رجال الدين الشيعة لأنك أنت كنتي هون شيعية وعنيتي مع المحاكم الجعفرية وزوجك كان شيعية صح كيف عشتي الإلحاد والكفر كنت كتير شررانية شو يعني وكنت يعني ما أحترم حدا من العالم نكر العالم أظلم ما أحترم حدا بصريخ بكفر كل الوقت حتى لدرجة عندي كنت قاسعة أولادي حتى كتير يعني كان في عندي إمكانية أنه خلص إذا فيه الله خلي يحميهم بس أنت عم تتصوري لنا ماجي أنه الملحد هو إنسان شرير أس ظالم كل شيء عكس الله بدي أعمل المفتي الشيخ أحمد طالب مضطرة أرجع لعندك لأنه ماجي تزوجت من شيعي وعندها تجربة مع المحكم الجعفرية والقوانين الأحوال الشخصية وممارسات رجال الدين اليوم لعاشته ماجي ما اسمه إرهاب نفسي فكري ظلم ظلم على الإنسان أول شيء خلينا نتفق أنه ما يسمى برجال الدين على بشر عاديين غير معصومين بس ما هنين وطلين حالهم يعني عم يحكوا باسم الله ما حدا بيقدر يحكي باسم الله ما عنا بالدين الإسلامي حدا بيحكي باسم الله كوكالي حصري لما يطلع رجل دين يفتي بقتل إنسان عم بيحكي باسم مين وقدي عم بيأثر بناس عم بيحكي باسم فهمه هو لنص الديني بس عنده سلطة يملك هذه السلطة السلطة منه الله معطي إياها هو أخدها من القوانين والضوابط للوجود بالقوانين مين بيرده منه بيرده الدين يعني بمعنى أنه هذا لما اليوم هو عم بيتعاطى بشيء لا يموت إلى الدين يطلع فتوى بقتل إنسان ملحد أو كافر ونصير يحصل هالشيء هيدا بشر هو فهم النص الديني بهالطريقة وصدر فتوى هو مسؤول عنها عم بتقول الدين بيرده ما إلو علاء الدين يا ربا حاسب رجل دين عطيني حادثة بالتاريخ الدين حاسب رجل دين على فتوى الدين منه مؤسسي لحاسب الدين هو قوانين وتشريعات ونصوص مقدسين وضعية وضعية خلينا بس أحكي بنا حتى كمان أنا اللي بدي أقوله رابعة أنا اللي بدي أقوله اليوم الأشخاص اللي تصرفوا معا بهذا التصرف هن ناس غير معصومين وارد بحقهم الخطأ لازم يتحاسبوا إذا واحد باسم الله زورا راح عمل ظلم بيجي بيحكي على الله بيقوله نزال شو الله هو الشخص لا ينزل يتدخل معايا كمان في فهم خاطئ للعلاقة مع الله بالمسيحية برجال الدين بمثلوا الله على الأرض بيزوجوا بيطلقوا بيتحكموا بحياة البشر هني بخدمة الناس وربنا عطيهم السلطان ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا مع السماء عطيهم السلطان الحل والربط وعطيهم كيف عطاهم هالسلطان نحن يسوع المسيح سيدنا يسوع المسيح سلم هذا السلطان لبطرس اللي هو كان من بطرس سلم ولا رجال الدين وبطرس بعدها سلطان عابين من بطرس لأخر مطران بيطلع بكرة هذا إيمان بس أنتو بشر أبونا أنتو بتخطئوه أوكي نحن أكيد بشر أكيد بشر بس نحن بهذا السلطان نقدر نحن نخدم الناس السلطة عننا هي للخدمة وليس للتحكم بالناس كيف بتخدمه إمرأة عم تعيش بعذاب بزواجها مع ولادة مثل ماجي مثلا فرضا لو هي كانت بالمسيحية مين أنتو لأتقرروا حياتها إذا هي قررت بدأت تطلق شو هالسلطان على حياة الناس نسلط على حياة الناس